انتشرت عندنا ظاهرة التسول يأتون من بلاد مجاورة ويستحبون معهم أطفال يتسولون بهم ما حكم ذلك أخي رمضان بارك الله فيك أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يعز نفسه وأن لا يذل نفسه وذلك بالكسب والسعي الحلال في طلب الرزق الحلال فالله جل وعلا يقول كل مما في الأرض حلالا طيبة ويقول جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فدل هذا على أن المسلم مطالب أن يسعى في الأرض في التجارة ويذهب إلى الأسواق ويعتمل ويشتغل ولا يجوز له أن يلجأ إلى الكدية والتسول والشحادة كما يعبرون في كثير من المناطق والجهات ولذلك المسلم مطالب بأنه يعز نفسه وأما التسول هذا هذا إذلال للنفس لأنه سيطرق الأبواب ويقف في الطرقات وينتظر المصلين وهم يخرجون ليسألهم نبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من مسألة التسول فلما جاءه رجلان يسألانه الصدقة صعد فيهم النظر وصوب فوجدهما جلدين قويين مكتملين ما عندهم أي مشكلة فقال إن شئتما أعطيتكما ولكن يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب فيحرم على الإنسان أن يمد يده لأخذ الزكاة وهو قادر يعني ما يكون غني ولا قادر ببدنه على الاكتساب وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من التسول والسؤال سؤال الناس النبي عليه الصلاة والسلام يقول تأتي المسألة يوم القيامة خدوش في وجه صاحبه المسألة يعني سؤال الناس الأموال تأتي خدوش في وجه صاحبه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس تكثرا يريد يتكثر ويتزيد من المال فإنما يسأل جمرا فليقل أو ليستكثر يعني هذا السؤال إذا كان من دون سبب شرعي يعني هو غني أو رجل قادر على الكسب لكنه رضي رضي بإذلال نفسه رضي أن يذل نفسه عن طريق السؤال فالنبي عليه الصلاة والسلام قال جمر هذا الذي أخذه جمر من جمر جهنم والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الذي يسأل الناس يوم القيامة يأتي وليس في وجه مزعة لحم الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم قال العلم هو على ظاهره قال العلم هو يعني يأتي هيكل عظمي من حيث الجمجمة والناس كلهم يعرفون يفضحوا الله على رؤوس الأشهاد والخلاء يعرف الناس بأن هذا كان قادر على الكسب لكنه رضي بإذلال نفسه فيذهب لحم وجهه والعياذ بالله يأتي هيكل عظمي جمجمة فقط يبعث يوم القيام ولذلك الظاهرة هذه التي ذكرها الأخ رمضان هذه ظاهرة سيئة ظاهرة سيئة لا ينبغي للمسلم أن يدل نفسه